مجلس النواب مجلس النواب إلى وزير شؤون الإعلام هو ما استهلت به الجلسة أعمالها فالسؤال كان يدور حول الاستراتيجية الإعلامية المستقبلية للوزارة من خلال جواب الوزير في الجلسة في الحقيقة جاوب على السؤال وأعطاني جواب شافي ووافي لسؤالي ولكن من خلال رده الكتابي لم يكن جوابه شافي ووافي وبالتالي اضطريت أن أهاجم رد الوزير على سؤالي المكتوب في الحقيقة مجلس النواب داعم رئيسي للإعلام في مملكة البحرين ونحن كلنا في مركب واحد لمصلحة مملكة البحرين وأنا أعتقد بأن الأخوان في وزارة الإعلام وعلى رأسهم سعادة الوزير يقومون بجهود مشكورة وجهود جبارة في سبيل الحفاظ والمحافظة على المكتسبات والدفاع عن مملكة البحرين سعادة وزير شؤون الإعلام وضع بين يدي المجلس بعضا من ملامح الاستراتيجية الإعلامية موضحا بأن الإعلام البحريني اليوم لديه القدرة للتصدي لجميع الحملات التي تشن ضد مملكة البحرين بعد سؤالكم بأيام صدر مرسوم بتشكيل المركز الوطني للاتصال وهذا المركز لأول مرة ينشئ في المنطقة وفيه خمس إدارات متخصصة في هذا الموضوع هناك محاولات لجر الإعلام البحريني لتغطية بعض الأحداث لإظهار بأن الوابع غير مستقر وهذا الأمر لن يحصل المعادلة الآن رجال الاقتصاد يتمنون يشوفون الصورة الواقعية واللي هي تشكل أكثر من 99% من واقعنا في الشارع البلد بالله الحمد مستقر بالنسبة للخطة الإعلامية أنا ما حبيت أني أرسلكم الخطة الإعلامية لأنها لم تعتمد لحين ما يطلع المرسوم بتشكيل المركز الوطني الخطة الآن مكتوبة وجاهزة وأنا على استعداد تام إن شاء الله أزودكم فيها بس لأن السؤال ياني في 3011 قبل صدور المرسوم بتشكيل المركز الوطني وخلال الجلسة تم إعادة أغلب المشاريع بقوانين إلى اللجان لمزيد من الدراسة فالمادة 353 من قانون العقوبات عادت أدراجها إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لتعديل بعض المصطلحات من القانون قد وافق المجلس على المشروع وذلك بالتغيير الذي حصل بالنسبة للمادة الأولى وتغيير بعض الألفاظ التي توافق مع المشروع وهو يهدف إلى التصالح وفي ذات الجلسة قرر المجلس الموافقة على إعادة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية إلى اللجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمدة أسبوعين لمزيدا من الدراسة المشروع تكون في حقية الحكومة أن لا تمترك أجزل من 30% من كل الشركات المنظوية تحت الحكومة والذي نخص بالأخص هي الشركات الممتلكات التي هي 48 شركة الهدف من هذا المشروع لإيجاد سيولة مجلس النواب وبالرغم من قرار نظيره مجلس الشورى برفض مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين إلا أنه تمسك بقراره السابق بالموافقة على المشروع وإعادته إلى مجلس الشورى تم التمسك بقرار لجنة المرافق وهو دعم صندوق للصيادين المحترفين بعدما أتى من مجلس الشورى بالرفض وأغلب منبررات الرفض غير مقنعة وفي تقرير آخر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص التعديلات التي طرأت على مشروع قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية قرر المجلس الموفقة بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى في تعديل مهم في قانون الرقابة المالية وهو وجوبية تحويل متجاوزين إلى النياب العام بدل من جوازية تحويلهم بلا شك هذا سيعزز دور ديوان الرقابة المالية في التصدي المتجاوزين وفي ختام الجلسة تم إعادة تقرير بخصوص الموافقة على النظام الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيدا من الدراسة سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين